السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم مع تدابي قناة لكي اللهم صلي وسلم على رسول الله في بداية الفيديو اليوم ان شاء الله جيتكم بالحمص كيفاش تنفخوه للعيد الكبير ان شاء الله وتوجدوه اليوم ما تنسوش تنفخو الحمص بسكو بزر بزر تحقوه الغدوان ان شاء الله هنا يا اخوتيتي واخوتي عندي هنا حمص روعة اللي ما غاديش نقولكم كيفاش يجين ان شاء الله هي طيبة حبة واحدة ننصحكم قاع بي هذا مشي مجرد اشهار ولا لكن حقيقة راني نقول فيها هنا اخوتي اخوتي هاد لستيستة الي عجوزتي ربي طول في عمرها وان شاء الله تكون في ميزان حسنتها وميزان حسنتي وحسنتكم ان شاء الله لتبارتاج هذه التدبيره اليوم ان شاء الله غادي ننفخوه على بلقة نستعرف ننفخ الحمص اول حاجة نقطبو كمية حمص نحصلوه مليح مليح نعاود هنا بعد اللي قطرته حاطت فيه كمية من الماء المهم التعاوم عليه الماء هنا غادي نجيب الملح نعمل الملح اللي غادي ندروه فيه ما غاديش ننفخوه صامت غادي ننفخوه بالملح فارق كبير وبينه وبين هادك اللي يتنفخ صامت اهنا الاخوتي انا هاد تدبيره كعطت هالي عجوزتي حرت فيها قلت كيفاش زعمان ديروا الملح وكل شيء قلت لي هاد تدبير ابنتي ديريها في كل البقوليات ديروها في الحمص في اللوبيا في العدس اللي يتنفخوا قاع ديروها لهم هنا غادي تلقوا الحموص تاعكم كي طيب انا بالرغم ان هاد المركة روعة ما شاء الله منصف فيها حتى مشاكل لكن الحموص بحت طريقة ما يكيزس لكم ويجيكم على حبة وحده وما تلقوا فيه حتى مشكله ان شاء الله تجربوها وان شاء الله عجبتكم الوصفة على اليوم ولا تدبيرت اليوم وان شاء الله كنت تخفيف عليكم استودعكم الله والسلام